موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين أصعد الله مساءكم أينما كنتم من تلفزيون جمهورية الجبوتي وحيكم وقرأ لحضراتكم هذه النشرة إليكم مهمة عنوينها موسيقى رئيس الوزراء يلتقي بممثلية المجتمع المدني في مدينة الوحدة دخل الأمين العام للأمم المتحدة يزور حدود غزة لتجديد الدعوة لوغف اطلاق النار في قطاع غزة من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم قام وفد رفيع المستوى بقيادة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد بزيارة إلى منطقة الدخل وذلك يوم أمس الجمعة ولدى وصول رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد ولفد المرافق له إلى منطقة الدخل حظية باستقبال حار من قبل السلطة الإقليمية لهذه المنطقة ورافق رئيس الوزراء خلال هذه الزيارة عضا حزب التجمع الشعب من أجل التقدم والحكومة والنواب في البرلمان ومسؤولون في المؤسسات العامة وكان الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز التواصل مع مجتمع الدخل والتفاعل مع مثلية المجتمع المدني والمسؤولين وأهل المنطقة وعشر رئيس الوزراء في كلمته إلى الهمية القصوى للوحدة والتماسك الاجتماعي من أجل التنمية المستدامة والتقدم للأمة الجيبوتية وتتمثل هذه الزيارة وتمثل هذه الزيارة بداية حقبة جديدة من التعاون والشراكة بين الحكومة ومنطقة الوحدة على أساس الثقة والتبادل وتطلع المشترك لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة وخلال اجتماع عقده دولة رئيس الوزراء سيد عبدالقادر كامل محمد مع أعيان وعقال وممثلية المجتمع المدني في دخل وجه الممثلون في منطقة الوحدة الدخل الأسئلة المتعلقة بالطرق والمياه والصحة للمسؤولين حتى يتم الاستجابة لها في أقرب وقت ممكن وفي كلمات لرئيس الشركة المخولة بترميم الطريق المؤدي إلى منطقة الدخل السيد عبدالقادر مفارحة ولا في مستهلها ضرورة جاز هذا المشروع الحيوي والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن وقال إن الشركة التي تقوم بترميم الشارع بين ناحية دودو بلالا ودخل جاهزة للعمل وستبدأ أعمالها قريبا وستعزز هذه الأعمال في الأسبوع القليل القادم شطتها وقد تابعنا جميع الخطوة اللازمة من أجل إطلاق الأعمال وقد وكلنا هذا المشروع لشاب هذه المنطقة بغية الاستفادة من العمل وسنقوم بتوفير طريق جاهز حتى يستخدمه الأهالي والجميع بدوره ذكر وزير النقل والبنية التحتية الجهود التي تبدلها الحكومة للتغلب على المشاكل المتعلقة بالطرق والمياه وتبع قائلا نحن نسعى إلى تغيير الوضع إلى الأحسن في المجالات الأهم بالنسبة لكم وهناك جهود مبدولة كبيرة في عدة مجالات وفي هذا الإطار تم تنفيذ استراتيجيات لتعزيز سلامة الطرق على المستوى الوطني وتقرأ أيضا حاليا أعمال عادة تأهيل الطريق وتم الانتهاء من أعمال الترميم للطريق الرابط بين يوبوكي ودخل بمسافة 25 كم هناك أيضا أعمال قيد التنفيذ أما بالنسبة للطريق الذي يربط بين داجيرو وغالامو فقد بدأنا في أعمال التنمية والبناء على هذا الطريق البالغ طوله 60 كم وسنقوم بأعمال أخرى من أجل التنمية المحلية في محافظة الوحدة وزير الصحة قدم الشكر والامتنان لسكان منطقة داخل قالها على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وقال أولا أشكر الأباء والأمهات وجميع الحاضرين هنا على ترحيبهم واستقبالهم الحار لنا وقد استمعت إلى أسئلتكم واقتراحاتكم وخاصة تلك المتعلقة بالمجال الصحي حيث طلبتم مننا أن نوفر لكم سائقين لسيارات الإسعاف وأقول لكم هذا ضروري جدا لأن السائقين السابقين قد تقاعدوا ونحن بصدد إرسال سائقين جدد لسيارات الإسعاف العاملة في محافظة الوحدة وقريبا سيتحقق هذا الأمر أنتم ستكونون شهداء لكن أرجو أن تحافظ محافظة الدخل على هذه السيارات وعلى كل المواطن أن يساهم في المحافظة على الأدوات الطبية وزير الداخلية سيد سعيد نوح حسن أثار في كلمته المسائل المرتبطة بالحوادث المرورية ناتجة عن المواصلات المستخدمة في المنطقة ولسيما البجاج وأكد الوزير على ضرورة توفير تدريب القيادة لسائقين ما من شأنه تقليل الحوادث المرورية كما وعد وزير الداخلية بفتح مدرسة للقيادة في المنطقة على غيران الأقالم الأخرى تقدم دورات في القيادة لسائقية البجاج على صعيد آخر تناول وزير الوزير قضية النظافة وجمع النفيات في منطقة الدخل للمشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعي والتضامن قدمت للمجلسة الإقليمية مبلغ 1.8 مليون فرنك جيبوتي وذلك لإنشاء وكالة للنظافة في المنطقة وفيما يتعلق بتأخر المواد الغذائية المخصصة للنسوة العاملات في عمليات جمع القمامات والنفيات المنزلية أفاد بأنه سينقل هذا الأمر إلى وزارة الشؤون الاجتماعي والتضامن المعانية بذلك للإسراء في إيصالها إلى تلك الوسر بدوره أشار رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد في كلمته إلى الأهمية الحاسمة للوحدة والتماسك الاجتماعي من أجل التنمية المستدامة والتقدم للبلاد كما أكد أنه والوفد الحكومي المرافق له بحث مع قادة المجتمع المدني حول المشكلة المرتبطة بالطريق ووعد ممثلية المجتمع المدني في غريمة الوحدة بأخذ شكاويهم بعين الاعتبار وأشار إلى الدورة الرئيسية الذي يلعبه الطريق لتحقيق نمو اقتصادي أكثر آمنا وتعزيز بذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية في محافظات الوحدة دخل وصل رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد سلسلة اجتماعاته المهمة خلال الزيارة التي قام بها إلى مدينة الوحدة الدخل حيث عقد اجتماعا مع عقال وعيان ومسؤولي محافظة الدخل وبحث معهم مجموعة من المواضيع الهامة من بينها التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المنطقة ومسألة الوصول إلى فرص العمل والبنية التحتية الأساسية والخدمات الأساسية وبحث أيضا رئيس الوزراء خلال الزيارة مع المجتمع المدني موادع أخرى كالتعليم والصحة والبنية التحتية واستمع إلى شكاوي ممثلية المواطنين في استمرار لسياسته المتمثلة في التواصل مع مجتمع الشرائح في مدينة الوحدة الدخل قام نائب رئيس حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم السيد عبد القادر كامل محمد بزيارة مهمة إلى فرع الحزب في مدينة دخل وأظهرت هذه الخطوة الحيوية الالتزام التابت للحكومة والحزب الشعبي التقدم بتعزيز رفاهية منطقة الوحدة دخل وتقدمها وفي جو من الصداقة والتضامن تم استقبال رئيس الوزراء من قبل عضاء الحزب ومؤيديه في الفرع وتوضح هذه الزيارة رغبة الحكومة والحزب في البقاء على اتصال مباشر مع مسؤولية المجتمع المدني والأهالي لفهم احتياجات المواطنين وتطلعاتهم والعمل معا على تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة إلى متطلباتهم وأشدد رئيس الوزراء خلال كلمته على الأهمية الحاسمة للتعبئة الجماعية لمواجهة التحديات الإقليمية واستغلال فرص التنمية وأكد من جديد التزام الحزب بالراسخ بمبادئ التضامن وتكافؤ الفرص والتقدم لجميع مواطني أو أهل محافظة دخل وتأتي هذه الزيارة إلى فرع الحزب ضمن استفارية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة والحزب لتعزيز العلاقات مع الأهل أو السكان المحليين وتوضح التزام الحكومة والحزب المشترك بالعمل يد بيد لبناء مستقبل أفضل ومزدهر مستند إلى مشاركة المواطنين والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ومن خلال تعزيز العلاقات مع القادة في دخل أكد نائب رئيس الحزب التزامه والتزام الحزب الراسخ بالتقدم وتطوير رفاهية الأهل في محافظة الوحدة دخل رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد قال في كلمة ألقاها عقب الزيارة أشكركم على الترحيب الحار الذي قدمته والوفد المرافق لي خلال زيارة إلى مدينة الوحدة دخل لقد استمعنا إلى احتياجاتكم وإلى شكاويكم التي قدمها ومثلوها المجتمع المدني التي شاملت التحديات الاجتماعية والاختصادية التي تواجهها المنطقة نحن هنا معكم ليس فقط الاستماع إليكم بل لنرى ونتطلع عن كثبة حول الصعوبات التي واجهها الأهل في الحياة اليومية من خلال اجتماعات وسنقوم بتلبية هذه الاحتياجات في القريب عقدت اللجنة التشريعية للبرلمان الإفريقي اجتماعا في مقر البرلمان الإفريقي في جنوب إفريقيا وشارك في هذه الجلسة عدد من النواب الجيبوتيون بمن فيهم النائب البرلمانية صفية علمي جبريل والنائب محمود مصطفى طاهر والنائب عبدالله برخة إبراهيم والنائب حسين محمد علي وسيجري البرلمان الإفريقي انتخابات لعوضاء المكتب للبرلمان خلال هذه الدورة الاستثنائية وستشمل هذه الانتخابات مناصب الرئيس والنائب الأول للرئيس والنائب الرابع للرئيس والتي أصبحت أهم عقب الانتخابات والتغيرات التي ستجريها في إطار اليوم العالمي للفرانكوفونية نظمت وزارة التربية الوطنية والتكوين اللامهاني بالتعاون الوثيق مع المعهد الفرنسي في جيبوتي أعدة انشطة لحياء اليوم العالمي للفرانكوفونية وتم تنظيم خلال هذا الأسبوع مسابقة الإملاف في جميع المدارس في أنحاء البلاد ضمت ألاف الطلاب الصغار من جميع مستويات التعليم وأتحت هذه المسابقة للطلاب الفرصة للتفوق وإظهار ارتباطهم باللغة الفرنسية وسهمت المؤسسات التعليمية بشكل كبير في تنظيم هذا الحدث من خلال توفير البنية التحتية اللازمة والأدوات التعليمية المناسبة وتعتبر مسابقة الإملاء جزءا من فعاليات اليوم العالمي للفرانكوفونية التي تهدف إلى تعزيز ونشر اللغة الفرنسية داخل المؤسسات التعليمية لبلادنا كما أنه يساعد على تحسين جودة التعلم وأتحت المشاركة النشطة للطلاب والمدارس الاحتفال من أجل الاحتفال بالتنوع الثقافي واللغوي للعالم الناطق بالفرنسية إضافة إلى ذلك نظمت الوزارة حفلة تسليم كتب للمكتبات الكائنة في المدارس الابتدائية والمتوسطة وقرح حفلة تسليم هذه المكاتب بحضور مسؤولين وزارة التربية بما انفهم الأمين العام في وزارة التربية الوطنية التكوين الميهاني إلى الساحة الدولية وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى مطار العريشة الدولي بمحافظة شمال المصرية مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مستهل زيارة تضامنية مع قطاع غزة وتتضمن زيارة غوتيريس تفقد معبر رفح البري وتجديد الدعوة من أجل وقف لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من خمسة أشهر وخلف عشرات الألف الشهداء والجرحة والحق دمارا هائلا بالقطاع وتوجه غوتيريس فور وصوله إلى مستشفى العريش العام لتفقد الوضع الصحي لجرح القطاع عزيزي المشاهدين بهذا قد وصلنا إلى نهاية النشرة أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة صياما مقبولا وإفطارا شهية إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة